مرة أخرى لم يختم الرئيس التونسي إلى الآن قانون المحكمة الدستورية حتى بعد تصويت البرلمان عليه في قراءة ثانية وكان الرئيس رفض ختم القانون في قراءة أولى واعتبر أن رسال محكمة الآن غير دستوري لأن فيه تجاوز لمهلة السنة المنصوص عليها في دستوري 2014 أمل تلاف الحاكم فيصر على أن الرئيس مجبر هذه المرة على الختم نستنفذ الأليات التي أمامه الكل واستخدم بهم للأسف الديمقراطية قالت كلمتها النهائية عبر المجلس هذية وعبر تصويت النواب واتلاف واسع من النواب على القانون هذية فالمنتظر الوحيد الطلب الوحيد كمواطنين أولا وكحزب معنتها الصادق وناظل وزهر من أجل القانون هذية أنه يخطم سيد الرئيس الجمهورية وأنه بالحق معنتها يصدر في الرايد الرسمي أزمة المحكمة الدستورية جزء من أزمة سياسية عميقة في تونس عمرها أكثر من أربعة أشهر اندلعت بعد رفض الرئيس قيس سعيد تعديلا حكوميا في موفى يناير الماضي اعتبره انقلابا سياسيا من رئيس الحكومة هشام المشيشي لفائدة ائتلاف حزبي بقيادة حركة النهضة هذه الأزمة أربكت وتربك دوالي بالحكم وقد يكون الحل مرتبطا بحزمة تفاهم تضم المحكمة الدستورية ولكن أيضا رحيل الحكومة موضوع المحكمة الدستورية غير منفصلة على الأزمة السياسية تمر به البلاد حتى الدواعي اللي طرحوا في هذا الوقت يعني الحزام البرلماني بتاع الحكومة كانت تحدث على العزل الرئيس الجمهورية هذا الدفع لأن الكتلة الأغلبية في البرلمان كتلة النهضة كانت موجودة في البرلمان السابق كانت في تحالف معاني دي تونس وكان عندهم أكثر من نيوستي نيب كان ثم إرادة صدقرة وتم تمريره منذ البرلمان السابق ولكن المشكلة بتاع النهضة وحزامها وتوابحها أنهم القوانين يفكروا فيها باش تكون على مقاسهم هما يرى الملاحظون أن تونس بصدد دفع ثمن باهظ جراء الأزمة السياسية الحادة فاجزة الدولة من رئاسة وحكومة وبرلمان تشتاعل في قطعة تامة ما قلل من النجاعة في معالجة أزمة البلاد الصحية في ارتباط بكورونا والاقتصادية والاجتماعية